موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم أولي أحباب أتمنى يارب تكونوا بألف خير إن شاء الله أهلا بكم بلقاء جديد مع أحمد طالح وبحكاية شغف وباستكمال سلسلة مهارات العمل على برنامج أدوبي برمير برو وبتقدمة كافة الدعم لألكم مجانا طبعا كافة المواد يلي عمالي من قدمها هي من موقع فالآن بمحطتنا بداخل برنامج الأدوبي برمير لكن بالأيام الجاي إن شاء الله وطعاله رح نقدم مواد احترافية ورائعة وحديثة ومجانية لحضراتكم من موقع انفاتو إليمينت وبإمكانكم ببعد تفعيل خدمة الانتساب بقناة حكاية شغف أصبح بإمكانكم طلب أي شيء تحتاجوه حسب المستويات الخدمة المقدمة بحكاية شغف البستوى الأول يلي من خلاله منقدم لك أكتر من مئة قالب مشروع باوربوينت احترافي من انفاتو إليمينت المستوى الثاني بأهلك لطلب عشرة قوالب احترافية من انفاتو إليمينت بأي شيء تشاء سواء كان قوالب افتر ايفكت برميير حتى وان كانت قوالب لمواقع انترنيت متاجر الكترونية إضافات كافة المواد الموجودة على انفاتو إليمينت من مؤثرات صوتية وغرافيك تيمبليت وكل ما تحتاجه بإمكانك طلب عشرة ملفات مخصصة ويتم تقديمها لك بهذا المستوى على عجل إن شاء الله بالمستوى الثالث منقدم لك خدمة تصميم غلاف يوتيوب ولوغو مع انترو لفيديوهات المستوى الثالث مكتب وملحقات التصميم من قائمتي لغرافيك وغرافيك تمليت أيضا بأكتر من مئة مشروع من انفاتو إليمينت المستوى الخامس منقدم لك مكتبة إضافات وقوالب افتر ايفكت تصل إلى مئة قالب من ملحقات برنامج افتر ايفكت ومقدمة أيضا من انفاتو إليمينت المستوى الأخير وهو أكتر من مئة قالب أيضا بما يخص المنتاج في برنامج ادوبي برميير برو منقدم لك حزمة قوالب وإضافات وعناصر لكل ما تحتاجه بإنتاج هوية بصرية متميزة في برنامجنا الجميل ادوبي برميير وفي تبويب الاشتراك بإمكانكم تطلعوا أيضا على التفاصيل بشكل كامل وكيفية التواصل وين رح يكون وكل مواصفات أو كل صفات وتفاصيل كل مستوى من مستويات الخدمة إذا حبيتوا تتجولوا أكتر بموقع انفاتو إليمينت وتعرفوا مزاياه وأمكانياته والعناصر الاحترافية يلي بداخله رح أترك بوصف هذا الفيديو رابط للتجول بموقع انفاتو إليمينت وهلا حتى نشوف شو محضرين بلقائنا اليوم بعد ما نشاهد الفاصل الإعلاني يا أحباب اشتركوا في القناة اهلا بكم يا أحبابي مرة تانية بلقائنا الجميل والعطر مع حضراتكم لهذا اليوم ومثل ما نشايفين بالفاصل الإعلاني كان هو عبارة عن انتقالات مع نصوص أي عندي نصوص ممكن أعرضها وأستثمر أيضا كانتقالات ما بين المشاهد سواء كانت صوريات أو كانت فيديوهات في برنامجنا أدوبي بريمير برو فهذه الإضافات عبارة عن إضافات موشن جرافيك تيمبليت يمكن إضافتها إلى قائمة الأسينشل جرافيكس بمعنى بعد ما نقوم بفتح البروجيكت نحجرنا عليه ونضيف الماتريال والمواد والعناصر على التايم لاين بنتوجه إلى قائمة ويندو ومنفعل أسينشل جرافيكس على عجل رح نخش بالموضوع بتروح إلى المجلد يلي بيتضمن عناصر الانتقالات النصية مثل ما أنا شايفين أو هي انتقالات مع نصوص تمام يعني هي عبارة عن انتقال ما بين صورة وأخرى أو فيديو وآخر لكن يتم استعراض من خلاله أيضا نص طبعا هذا الملاف رح يكون موجود معاكم للتحميل مجانا بوصف هذا الفيديو بياخدكم إلى قناتنا على التلجرام أتمنى الاشتراك حتى تحصلوا على كافة المواد الجديدة والمقدمة ضمن حكاية شغف بهذه السلسلة الجميلة مع حضراتكم إن شاء الله بعد ما نحمل ونفك الضغط بنحصل على هذه المواد بجي بحدد وبنقر مع السحب وبتوجه إلى قائمة الأسينشل جرافيكس وأقوم بإسقاط هذه المواد بهذا المكان رح نتوجه إلى حرف تي لأن هي عبارة عن انتقالات فمننزل وندور بحرف التيم هذه هي الانتقالات يلي نحن مجهزين لحضراتكم اليوم طبعا هي بتقبل معانا عربي لكن بتركها جميلة اصبر معاي شوي حتى نتعلم كيفية الضبط النصوص حتى باللغة العربية ممكنك على سبيل المسال تختار أي قالب بننقر مع السحب أسقطه ما بين مشهدين طبعا هو بيطلب مني نوع الخط بإلي هذا الخط غير موجود إذا حبيته تفاصيل الخط نفسه موجود مع ملف اللي رح تحملوه بإمكانك تحمل الخط نفسه وتستخدمه إذا كنت رح تطغير على نصوص باللغة الإنجليزية فمنلاحظ الآن منلاحظ الآن مثل ما أنا شايفين بالضبط هو انتقال بالمشهد إلى آخر لكن هذا الانتقال بيضمن معاي أيضا النص طبعا نحن لو رجعنا إلى الموقع نفسه إلى هذا هو المشروع نفسه اللي هو مقدم لألكم اليوم منشوف أنه هو مستخدم أو الدقة 3840 ب2160 حجل ملف 50 ميجا وهو بيشتغل على كافة إصدارات البريمير برو طيب أنا فقط للملاحظة أني أنقر باليمين وأعمل إعادة أو الضبط أكتر تمام بما يتنسب مع أبعاد الفيديو أو المشروع اللي أنا شغالي عليه بهذا السيكواز تمام لحد يظهر معي تباصيل النص بشكل كامل خلنا نشغل ونشوف مع بعض هذا هو النص أصبح كامل وانتقل معنا من مشهد إلى آخر طبعا أنت بتحرك يمين ويسار عشان تعرف بالضبط ما يتم يعني إظهار الصورة الأولى يعني محل التاني فقط لا غير طيب خلنا نجرب شكل آخر أو انتقال آخر وليكن عندي على سبيل المسال بجي بركبه على المشهد التاني وبنفس الشي رح يعطي لي رسالة لعدم توفر الخط الافتراضي تمام عليه ونقر باليمين وبختار مرة تانية ولما نجي نشغل أو نعمل معينة راح نشوف ظهار جميل لكن منلاحظ إيش أنه أنا كان في عندي المشهد مقدم أو ظهر المشهد التاني ولسه التأثير ما أعطى الأمر يعني فلذلك عند كل منطقة البيضاء مثل ما هي فقط بحركها لليسار شوي عشان هي تظهر إيش ما بين المشهدين هذه المساحة البيضاء بالضبط تمام خلينا نعمل قص بهذا المكان أحزف هذه الجزئية وبرجع خلاص المشهد التاني فالآن أصبح الموضوع انتقال مية بالمية جميل وبسيط ويمكن استعراض نصين فالآن لموضوع التعديل يكفي النقر على الانتقال وبتوجه إلى عندك مكان تعديل النص الأول إنجليزي أو عربي والنص التاني وأمكانية اختيار نوع الخط وحجم الخط ونمط الخط مع الألوان بشكل كامل أنا ما رح أطول معكم فيديو كتير هي عبارة عن اختيارات أو عادي يعني ما بيحتاج شرح كتير لكن الفكرة أنه أنا إذا حبيت أكتب باللغة العربية كيف رح أكتب لأنه هو بيعطيني النصوص معكوسة يعني أنا لو كتبت افدداء هذه حكاية شغف ونقرت بأي مكان هو رح يعطيني إيش متما لحظي لأحرف إيش معكوسة فاللذلك نحن رح نعتمد على موقع أيضا الرابط رح يكون معنا بوصف هذا الفيديو للتبديل فبكتب حكاية وبرجع إلى برنامج برمير باستبدل هذا النص فما نشوف أنه استبدال إياه بشكل جميل خلني أغير نوع الخط واللي يكون عندي بنختار واللي يكون عندي بهذا الشكل فيتم الآن تعديل نوع الخط تماما فمثل ما أنا شايفين تم تعديل نوع الخط وبيرجع بيطلع منه طبعا هنا هذا النص متراكب بنصين خلف بعض ومن ثم ينتقل إلى الشكل الثاني طبعا في بعض المعاناة بما خص موضوع نصوص اللغة العربية فأنت إذا حبيت يكون عندك أو يفترض أو يفضل يكون عندك استبدال النص اللغة الإنجليزية بيكون في معاك مروني للعرض أفضل بكتير من استخدام النص العربي منجرب تأثير أخير واللي يكون عندي على سبيل المثال خلني أختار هذا الانتقال بسحبه بنفس المبدأ بعطي أوكي ونشوف الآن يعني هو المنطقة الفاصلة تمام؟ وليكن بهذا الشكل تمام؟ ما بين الصورتين أو المشهدين تمام؟ بانقر باليمين وبعطي كمان تمام؟ وهذا الانتقال أصبح معاي جاهز بهذه الجمالية يا أحباب إلى المشهد الثاني كل ما هو عليك أنقر على الانتقال وبتوجه إلى الإديت أستبدل النصوص بختار نوع الخط وبعمل ضبط لحجم الخط وبغير اللون وانتهت القصة بكل بساطة أتمنى إن شاء الله وتعالى أكون بلقاء اليوم قدمت لحضراتكم شيء جميل والممتع والنافع واللائق بكم كالمعتاد ففضلا وحبا وتكرما دعمي بالاشتراك واللايك والتعليقات ونعم المشاركة لهذه الفيديوهات ودمتم برعاية الله والقاكم على خير محبكم بأخوكم أحمد طالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته